بسم الله الرحمن الرحيم أمهات وأباء وأولياء أمور تلاميذ هيا نبدأ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمضان مبارك للجميع وحافظكم الله وذويكم من هذا الوباء إخواني الكرام قررت تسجيل هذه الرسالة الصوتية بعدما سمعنا إلى قرار وزارة التربية الوطنية بأن الدراسة الحضورية سوف لن تستأنف حتى بداية شتنبر 2020 لذلك أردت توضيح بعض الأمور المهمة لأولياء أمورنا المحترمين مؤسسة هيا نبدأ شأنها شأن باقي المؤسسات التعليمية الوطنية أنها انخلطت في عملية التعليم عن بعد مباشرة بعد إقراره من طرف الوزارة ووظفت لذلك كل إمكانياتها من أجل الاستمرار في إعطاء الدروس عن بعد رغم أننا متأكدون بأن هذه العملية لا تعود الدراسة الحضورية بأي شكل من الأشكال وفي هذه الدرفية بالذات لذلك أتوجه بالشكر لجميع أولياء الأمور لمواكبتهم لأبنائهم وتفاعلهم الإيجابي مع عملية التعليم عن بعد متخطين جميع الصعوبات والعراقين التي واجهتهم خلال خوضهم هذه التجربة ونحطهم على الاستمرار والصبر وعدم التراخي إلى ما تم السنة الدراسية بإذن الله أولياء أمور أبنائنا المحترمين من المؤكد أنكم على علم بالنقاش الذي أثير عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول التعليم الخصوصي والذي وضع القطاع في وضعي لا يحسد عليها وتم اتهامنا بأننا طلبنا الاستفادة بل استفدنا من الصندوق الوطني لمواجهة وباء كورونا وكثير من الاتهامات الأخرى التي من شأنها أن تحبطنا وتحطم معنوياتنا فهنا أقول ولله الحمد مجموعة مدارس هيا نبدأ كانت سباقة بل أظن أنها أول مؤسسة وضعت رهن إشارة الدولة المغربية كل إمكانياتها من أجل المساهمة في تخفيف العبء بسبب هذا الوباء ولا زالت حافلاتنا تقل الطواقم الطبية من وإلى مستشفيات الإقليم فلابد لنا من الافتخار بالانتماء إلى هذه الأسرة التي ستظل موحدة ومتضامنة دائما بإذن الله كما أننا كنا أول مؤسسة تعفي الآباء الذين أصيبت مواردهم المالية بتداعيات الوباء من أداء المستحقات الشهرية وذلك للتخفيف من معاناتهم وهنا لابد أن أقف إجلالا وأؤكد إجلالا لجميع الآباء الذين أدوا ولازالوا يؤدون مستحقات أبنائهم لأشكرهم على الروح الإنسانية التي يتحلون بها إخواني الكرام تعلمون أننا لم ولن نكون مؤسسة تسعى إلى الربح السريع أو الربح الأخلاقي كما تعلمون بأننا خلال السنة الماضية والحالية لم نثق الكاهلة أي ولي أمر بمتطلبات مالية يمكنها إزعاجه أو إحراجه بل سعينا إلى أن تكون جل الخدمات مجانية أو شبه مجانية ووضعنا رهن إشارتكم بشكل مجاني المزرعة وحافلات النقل وكل من الممتلكات المؤسسة كما أننا نؤكد للجميع بأننا لم ولن نقوم أبدا بإقصاء أي تلميذ من الدراسة بسبب عدم آداء ولي أمر مستحقات التمدرس وكما يعرفني الجميع بأنني أرفض رفدا قط عن المساس بحق الطفل في متابعة دراسته وأشهد الله على هذا الكلام إخواني الكرام سأستغل الدرف لأطلب وأناشد أولياء الأمور الذين لم تسم واردهم المالية بالدائقة بالمزيد من التضحية لضمان استمرارية عطاء المؤسسة وذلك بأداء مستحقات شهر فبراير ومارس وأبريل وهذا ليس أمرا بل رجاء منا إلى من اعتبرناهم ونعتبرهم أفرادا من أسرة هي نبدأ الكبيرة وأحيطكم علما بأننا لم نستخلص لحد الآن سوى 60% من مستحقات شهر فبراير يعني 40% الأولياء الأمور لم يؤدوا بعد مستحقات شهر فبراير وأننا لم نستخلص لحد الآن سوى 30% من شهر مارس و5% فقط من شهر أبريل يعني أنه سيكون من الصعب جدا جدا أداء مستحقات الأساتذة والمستخدمين لشهر مارس وأبريل إن لم يؤخذ بعين الاعتبار هذا النداء وأحيطكم علما بأنني طرقت باب البنوك كي لا أثقل كاهلكم في هذه الضرفية والله على ما أقوله شهد لم أترك بابا إلا طرقته لضمان أداء مستحقات الطاقم الطربوي الذي أوجه له تحية شكر وتقدير لما يردلونه من جهد لإعداد الدروس وتقديمها ومتابعة أولادنا وإعطائهم التمرين وحلولها وذلك بمنسبة مشاركة فاقت 80% يوميا حيث يتوجب علينا الإدلاء بتقارير أسبوعية للمديرية الإقليمية لذلك ولضمان استمرار هذا العطاء واستمرار الدفء الأسري والجو العائل الذي نحس به معكم بمؤسسة هي نبدأ أرجوكم ثم أرجوكم مرة أخرى التفاعل بشكل طارئ مع هذا النداء طبعا وفق إمكانياتكم وأكرر وفق إمكانياتكم جزاكم الله عنا خير وفي الأخير ندعوكم لأخذ الاحتياطاتكم اللازمة لسلامتكم وسلامة أبنائنا أبناء هيا نبدأ البررة كي نعود بإذن الله قريبا بمشيئة الله ونسأل الله تعالى أن يتقبل صيامنا وقيامنا وأن يرفع هذا الوباء ويحفظ بلادنا قيادة وشعبا إنه سميع مجيب الدعوات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة